يا ربنا يا قريب يا ربنا يا راحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح واجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألكوا فيها سمعونها شهيقا وهي تفور تكان تميز من الغيظ كلما ألكي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذوبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربه بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكمها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويخبر ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتور ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم كل هو الذي أنشاكم واجعل لكم السمع والأبصام والأفئدة قليلا ما تشكرون كل هو الذي ذرأكم في الأرض وإلي تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت سجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون كل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم كل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين كل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة